وقصة 2 مليون دولار عبدالله سعيد راح الأهلي السعودي فسخ التعاقد ودي يعتبر صغرى اللي بيستند إليها اللاعب وأهلي جدة الفيفا حكم بأن القضية مرفوضة الأهلي قال إن ده شأن داخلي فراجع للدوري أو الاتحاد المصري عشان يحسمها بعد ما جدد الأهلي عقد عبدالله سعيد في وجودك في اللجنة الفنية بيعوا ومن هنا يبدو إن المشكلة بدأت يعني كيف هزي القصة الحالية بصة الموضوع مش متابعة وأنا فجيئت إن فيه موضوع والنادي الأهلي اللي بيقول لي حق في عبدالله سعيد والقضية مرفوعة فيها من أخشاط لسه ما فيش حكم خالص أساسا لأن النادي الأهلي بيقول ده زي ما قلت إنت هندا شأن داخلي بينه وبين اتحاد الكرة كده وعبدالله لكن أعتقد إن لسه ما فيش حاجة نهائي في الموضوع ده وعامة ما بشغلتش فيها بالحاجات دي خالص يعني يعني عبدالله سعيد كان موجود في النادي الأهلي وخرج المشاكل بقى دي أكيد فيه ناس مختصة في النادي الأهلي اللي هم قدروا تصرف فيها شؤول قانونية وقدرة النادي واللجنة الكرة اللي هم حاجتهم أو حتتهم هم يقدروا تصرف فيها كويش أحسن من ناكي طب اللي كان أعاد عبدالله سعيد للأهلي بعد مكان قريبا جدا من الانتقال الزمالي كان المصفرة تركية ألي الشيخ الرئيس شرفي وقتها للأهلي واللي ما زال رئيسا شرفيا للأهلي لكن ما بين إنه كان رئيسا شرفيا وإنه ما زال رئيسا شرفيا العلاقة تزبزبت جامد جدا ما بين فتور ما بين مشاكل ما بين علاقة كويسة رأيحة جاية شايف إزاي العلاقة النهاردة بس أنا هقول لك حاجة النهاردة طبعا علاقة متازة أنا هقول لك حاجة من أول يوم مسشار تركية أشيخ جي فيها مصر واضح وإن كنت نتعلم تعرف فيها واضح أنه أولا الراجل ده بحب مصر جدا جدا محب وعاشق لحاجة اسمها النادي الأهلي عشان هو كده مصر وبعدين النادي الأهلي وده كان واضح جدا مبداياته حتى لما كان جي وعمل مشروع برمز إحنا كمنا عليه وإنه كان مشروع ممتاز طبعا مصر سمار كان كويس لكن هو بيحب مصر كويس قوي بيعشق لحاجة النادي الأهلي كويس جدا علاقته كانت محمود الخطيب علاقة حب واحترام أبدي ممكن تحصل بعد المشاكل ودائما تحصل خارجية تدخل الناس لكن لأنا عارفه أن علاقة النادي الأهلي كانت محمود الخطيب ومشارته كأشيخ علاقة أبدية علاقة خايمة على الحاجتين حب متبادل واحترام والموضوع أعتقد دلوقتي بين مصر طبق الشيخ وكابتل خطيب أعتقد بقيت اللي هي الكلام مباشر عشان كده أنا شايف طول عمره مباشر لا دائما في ناس بتخش في النص عشان كده تحصل مشاكل أعتقد دلوقتي زيني لا من غير أساني ناس ما بتحب بص يا بص يا هاي ناس ما بتحبش في استقرار للنادي الأهلي ما بتحبش النادي الأهلي خطوة قدام عادي يعني ناس من برى الأهلي من برى الأهلي ما بيحبوش كده لكن دائما الحاجة الحلوة ناس كلها بص عليها مش عايزك تبقى كويس لكن انت الحمد لله كويس كويس جدا عشان كده يمشرتوك يا شيخ لما يجي مصر هو وقع النادي الأهلي عشان كده أقول لك العلاقة علاقة أبدية علاقة احترام علاقة حب طب هستألك ماذا لو في نقاط سريعة جدا لو كنت مسؤولا مش فنيا في الأهلي وقت قصت عبدالله سعيد وعرفت أن عبدالله سعيد مضى للزمالك هتصمم على أنه يرجع للأهلي ولا راح الزمالك يروح للزمالك من وجهة نظري راح الزمالك يروح يروح الزمالك اللي بقاء علي هيديهم هيبقى قوة وكده لكن هو عايز يروح الزمالك ليه ليه تخليه عادي يروح الزمالك مش ترجعه زي ما حصل بقرار من الأهلي الفترة دي أنا تسألنا أنا وجهة نظر أنا لو أنا يعني اللي عايز النادي الأهلي أنا وسألنا مش عايز النادي الأهلي النادي الأهلي ما قفش لحد النادي الأهلي نادي الأهلي كبير مش كبير لعيبك لا النادي الأهلي ده بقول كلمة شرفك لانك تنتامل النادي الاهلي انما النادي الاهلي بس الاهلي واضح انه تضرر فنيا فترة ما بعد رحيل عبدالله سعيد طبعا لعيب مؤسر لعيب كبير لعيب كويس جدا لكن يبقى النادي الاهلي بيكسب يبقى النادي الاهلي كبير ما بيقفش على لعيب لو النادي الاهلي توقف على لعيب ما فيه اساطير اعتزلت ما قلناش النادي الاهلي وقع لا لا النادي الاهلي غني دائما بولاده غانب بلعبته بيعرف يجيب لعبة كويسة لكن عمر بيقف على لعيب عمرنا دي بتوقف على لعيب وده ما بقولك حاجة اللعيبي بيجي النادل الاهلي هو جيل الحاجة لأي حد يحلم بيها عشان كده واشرف ليه هو مش العكس شريف إكرامي ماشي بنهاية الموسم هل يحتاج لصفقة جديدة لأهلي في حراسة المحر لا لا خالص لا طبعا حراس مرمع حمد الشناوي عليه لوتسي حمد الشناوي عليه لوتسي ومصطفى شوبير هتاخد ثلاث حراس كافين جدا وإن فيه مصطفى شوبير كمان سنه صغير ورسه عنده العمر كبير قوي هياخد خبرات كويسة وصن سن الحراس المرمع سن كبير محمد الشناوي ماشاء الله ممتاز 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 في فرمة عالية جدا جدا عالي لوتسي نفس الكلام ومصطفى شوبير اللي هو إن شاء الله المستابع اللي هو